وطبعاً المساحات الخضرة عموماً والأرضيات ده كله ده الحمد لله اللي حوالين المتحف اللي حوالين المتحف طبعاً المتحف تم تطويره بالحديقة الملحقة بيه ومعمول فيها لندس كيب على أعلى مستوى المتحف يعني من أغنى متاحة في العالم في المحنطات الحيوانية ويعني شخصيات كبيرة جداً سواء عالمية أو يعني من داخل مصر جاية زارة المتحف وأسنت عليه والناس كلها يعني مستمتعة بالمتحف تمام إن نصائح الحديقة تحب توجهها للجمهور الحقيقة يعني عدد معين هيخش يعني هل في عدد معين هتخش في تحديد كسافة ده برضو سؤال مهم جداً من ضمن الإجراءات الاحترازية إن في تحديد كسافة إحنا مزودانها في العيد شوية توصل ممكن لسبعة تلاف زائر يعني مجرد ما نوصل للعدد ده حيبقى فيه الدخول على قد الخروج فيعني كإجراءة احترازية وعندنا البوابات الحقيقة متبعدة عن بعضيها بتضمن يعني توزيع متجانس للجميع الزائرين وبتضمن طبيعه دي اجتماعي إجباري عن طريق البوابات عن بعضها بحب أوصي الزائرين طبعاً بالتزام بالإجراءات الاحترازية الناس ما تزعلش إنها مش هتدخل من غير كمامة دي ما تزعلش الناس الإجراءات الاحترازية هامة جداً بوصي الناس على منظومة النظافة داخل الجنينة إحنا هتدخل تلاقي الجنينة نظيفة من فضلك حاول إنك إنت تجمع المخلفات بتاعتك وترميها في القارة بنقطة تجميع مخلفات يعني الترابيزات اللي تقعد عليها حاول تسيبها نظيفة لللي بعدك لازم منظومة النظافة نخافز عليها أيضاً الحفاظ على الأثار إحنا عندنا أماكن أثارية مهمة جداً ما نتسلقش على الأثار ونقعد نكتب عليها والحاجات اللي بتحصل السلبية دي لأن ده حيتم تضيق القانون فيها ويعني أي إجراء مخالف عندنا نقطة الشرطة داخل الحديقة ويتم إجراء إتخاذ الإجراءات القانونية كلها ومهمة برضو أوصي على التعامل مع الحيوان نفسه يكون من خلال تعليم الرفق بالحيوان ومن تعليم الأديان السماوية ولازم يعني ما نرميش حاجة على الحيوان نتعامل مع الحيوان برفق نتعامل مع الحيوان على أنه صديق لنا وشريك لنا في البيئة اللي احنا عايشين فيها